مرحبا بكم مجددا لان ننتقل الى منهجية تحليل سؤال فلسفي بعدان اشتغلنا في الحصص الماضية على منهجية تحليل نصف فلسفي وقد حاولنا ان نعطي اهمية كبيرة لعدة مستويات في ذلك المستوى الاول هو المستوى اللغاوي المستوى الثاني هو المستوى الباقاج اللي دا جنتي خديتيها فاش كنتي كتقها في حين ان المستوى الثالث يتعلق بكيفية ربط اذك الباقاج اللي خديتي او المعلومات اللي كنت دا جا خديتيها وكتحاول انك توظف عن طريق الاسلوب ديالك ولاحظنا كاملين مجموعين في العمل المشارك اللي درنا لاحظنا ان مجموعة الاخطاء التي تم ارتكابها تتعلق بالضبط في كيفية توظيف تلك الافكار وقد لاحظنا ان البعض منكم يملكوا افكارا ومعلومات ولكنه يجدوا صعوبة في توظيفها شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو غياب التدرب على فعل الكتابة ما مطلوبش منكم انكم تعطونا نص صرافيع جدا على غيرار الكتاب الكبار وانما نص محترم نص محترم كتتوفر فيها جوش الأشياء اول شيء هو المعلومات الفلسفية يعني شيء كيفية توظيف تلك المعلومات الفلسفية باسلوب مقبول الان ننتقل الى منهجية تحليل سؤال فلسافي ولا شك ان اول مسألة سنحاول ان نتشغل عليها هي مرحلة الفهم بالنسبة لمرحلة الفهم كما ترون هنا تشبه تماما مرحلة الفهم المتعلقة بالنص الفلسفي كنا شفنا ان مرحلة الفهم فاربعات الخطوات الخطوة الاولى تقطير عام الموضوع النص الان كنت تكلمو لا تقطير عام موضوع السؤال عندك واحد سؤال مثلا نفترض واحد السؤال لماذا يعتبر الشخص حرا هنا عندك الشخص عندك الحرية اذا اول حاجة تكلم عليها هي الشخص بصفة عامة كنا اعطينا امثلة لذلك تكلمني على الشخص ولا على الوضع البشاري ولا وضعية مشكلة ربط فيها ما بين الشخص وما بين الحرية كنا شفنا تاني الخطوة هي حصر النص مجالي الاشكالي هنا نقولوا حصر السؤال في مجاله الاشكالي وقلنا المجال الاشكالي بالترتيب عندنا المجزوء اولا المفهوم ثانيا ثم المحور ثالثا مجزوءة الوضع البشاري مفهوم الشخص محور الشخص بين الضرورة والحرية في حين ان الخطوة الثالثة هي المفارقة فهنا لقلنا لماذا يعتبر الشخص حر ان ركينا مفارقة فنكت جلد المفارقة ان الشخص راه حر صحيح هو الكائل الوحيد الذي يعيب بانه حر ولكن في نفس الوقت رخاض على الضرورة تقدر مثلا الدلية وضعية مشكلة انه النهار سوف تشدوز الامتحان وش انت حر لا انت لست حر لان الامتحان فورد عليك ان ان تقوم به في ذلك الزمن بالضبط وفي ذلك المكان ماذا يعني بالحرية هي حضور الاختيار او هامش الاختيار فهنا ما عندكش اختيار ولكن ترك واعب انك في نفس الوقت كائن حر طبق دين مفارقة قلنا هناك ناقيدين يجب ان الشغلاء عليهم كيف يعقلوا ان يكون الشخص حر او يعيب حريته وفي نفس الوقت خاضع لدرورة من الدرورات الخطوة الثالثة اللي يختلف في هالنص على السؤال هي الصياغات الاشكالية قلنا الصياغات الاشكالية في هالنص ثلاثة حتى في السؤال ثلاثة السؤال الاول اللي في النصر هو اللي في السؤال يتعلق بالمحور الذي ينتمي اليه السؤال لماذا يعتبرو الشخص حرن هنه هتدير هالي الشخص حرن او خاضع لدرورة من الدرورات علاش بالطبط هات السؤال قلتو دابلي انه هو السؤال اللي يربط المحور قلت ديك النار قلت لكم ومازال بقيك نأكد عليها كل محور عندو واحد السؤال مؤثر ديالو خصك ضروري انك توقف ولتكون عارف هاتك السؤال مؤثر إلا ما كنتش عارفو را ستغيبوا عليك عدة أشياء باكنتخ السؤال الثاني هو سهل جدا السؤال اللي تعطاك عاود كتبه مثلا قلنا لماذا يعتبرو الشخص حرن عاود كتب لماذا يعتبرو الشخص حرن إلا قلنا السؤال لماذا يعتبرو الشخص حرن سوف يدفع للي هو جون بول ساخت ولكن أميم طوم تادي جا قلت في المفارقة ان الشخص بقدر ما انه حر في نفس الوقت هو خادع فالسؤال الثالث غتناقش بالعكس ديال السؤال اللي تعطاك السؤال كيقول ان الشخص حر الضد دياله هو ان الشخص خادع فالسؤال الثالث غتنفاته على الموقف الثاني من المناقجة سوى سبينوزا سوى فريد مثلا فريد كيقول ان الشخص خادع لسلطة اللاشعور او لقوة اللاشعور هنا غتحطني السؤال الثالث هتقول مثلا اين يمكنه ان نصنفة بنية اللاشعور في كونها هي التي تتحكم في الانسان هنا هرستي السؤال فهمتي بديتك تخربق فيه السؤال في الاول كيبالينا تخفى سيلا كمبخند من اغنقلك وغربتلا لي بيغتم على اغنقلك ان الشخص هو حر فهمتي بالضرورة هو حر وانتهى الامر هنا غتجي غتحرس تقول نعم يلسو بي انه يكون حر ولكن اميمتو را خادع هنا غتدخل لديك البرادوكس هنا غتدخل لديك البرادوكس يلاش تدخل لديك البرادوكس غتلقى راسك انك تكتب وانت مرتاح هذه هي اهم الخطوات اللي نقدروا اننا نعملوها في مرحلة الثامن